الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ إن فوائد البنوك حرام مئة في المئة حطوا الواحد أو يسحب قرض بمئة ألف حيلة سولي فبيعطوا عليه فائدة بدون ما يكون بيناتهم عقل استثمار هذه فائدة مقابل أنه نحن حترجعنا يوم بخمسة عشر سنة هذه الفوائد حرام قال تعالى يا إيوى الذين آمنوا لا تأكلوا رب أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي عدت الكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اللي ما بترك الربا الأم اللي ما بترك الربا تصلت عليها الحروب وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تصدمون ولا تصدمون رؤوس أموالكم يعني لما بتوب الإنسان وأنا باخد رأس مالي لا توجد شيء غير تابعنا طيب النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع قال وإن ربا الجاهلية موضوعة تحت قدم ربا الجاهلية يعني الجاهلية يزل الناس بالربا طبعا الربا تعني أنه لا يوجد رحمة الدين يعني أنه في رحمة أنا لما بجي بدأي من الشيخ وليل مبلغ دينه يا أو بديني يا معناته وما بي بدوني شيء بس أخيرا رجع لي يا بعد شهر انتبهنا فأنا لما برجع لي يا بعد شهر وما بيأخذ عليه شيء فقط هو يريد وجه الله يريد أن يرضى الله عز وجل عنه بهذا العمل هذا دليل أننا ما زال فينا رحمة انتبهنا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى ليس فقط حسنا على الدين حسنا على وضع الدين إذا كان الإنسان ومعسرا من أنظر معسرا واحد ما معه والديان مؤدر يوفي الدين من أنظر معسرا شرط الله يكونه مسرفا في حياته يعني في ناس يقول لك ما معه يدفعه ويقول هو يأخذ راحته مصروف الشخصي لا من أنظر معسرا أو وضع عنه وضع عنه سامحه أظله الله تحت ظلي عشي يعني أنا حديث سبعة يظلهم الله وفي ظله يوم لا ظله إلا ظله هذا في سبعة أصناف تتلب منكم هلأ أنتم صنف هلأ أنتم الموجودين أكتركم صنف شو يعني صنف يعني نفسه وشاب نشاء في طاعة الله فكلكم الآن أغلبكم بالنسبة للشباب أنا أعبكي كلكم منطبع عليكم وشاب والنشاء في طاعة الله فالله بيصلكم يوم القيامة تحت ظل عرشه لأنكم نشأتم في بيوت الله لأنكم نشأتم على طاعة الله فهدول سبعة أصناف خير هدول السبعة في أحاديث وردت وحدها في أصناف أخرى منها من أنظر معسران أو وضع عنهم أظله الله تحت ظل عرشه فشو الشيخ آن؟ قال إن فوائد البنوك حرام مئة في المئة وإن تحديد نسبة الربحي عندما يشارك واحد يقول له أنا أريد أن أردت عشر تالاف ليلة تركي يعطيه المبلغ مثلا لنفرض خمسمائة ألف يقول له أنا أريد عشر تالاف ليلة تركي هذه المقطوعة نتبهنا وقال ما بدك يرباح هذا ربا خبا يرباح المبلغ الأصل أنه الشركة المضالبة نحن بنحكي عنها هي يعني المال مثلا من إبراهيم والشغل مني أو المال مني مرة الماضية رمضة محسنة محمول أو الشغل مني أو المال مني والشغل من إبراهيم انتبهنا فبعطيه مبلغ من المال والربح بيننا ربح مثلا من انتفق النصف بيناتنا ربح المئة ألف ليلة تركي ربحه مثلا بالشهر تقريبا معدل ثلاث تالاف بثلاث تالاف شي جيد أربعة ألاف بأربعة ألاف مثلا يعني أما يجي أنا أقول له لا سمح الله إن شاء الله ما متعمل بريبة بحياتنا يجي أنا أقول له إبراهيم أنا أعطيك خمسمائة ألف ليلة تركي مثلا أنا ما معي المبلغ مثلا يعني كاجب وبس انتبه بالمقابل أخي تعطيني خمسة عشر ألف ليلة تركي صافي بآخر الشهر ببكي ما ربحه خمسة عشر شو حيصيره حيفلف لا سمع الله حيدفع من جيبته لا سمع الله طبعنا لذلك المبلغ المقطوع لا يجوز شو قال وإن تحديد نسبة الربح هي الربا بعينه وليست هذه المعاملات تحديد نسبة الربح يعني إنه بدأت تعطيني عشرة ألاف مقطوع بهذه الشركة وليست هذه المعاملات من قبيل المضاربة من قبليب أو بعيد بل هي افتراء على شريعة الله في ناس الصائرين مثل تعرفين اللي بيبيعوا هذا الوجبات الجادة الهامبرغر أو البرغر يعني تعرفون هذولين في ناس كمن بعض اللي بندعوا الدين قاعدين بس جهدوا عندهم فتاوى جازة كل فتوى على أدباء المستوى يعني إذا كانت سياسية إذا كانت فبياخ بس هو ديش لك تدفع له ما عنده دين ما عنده بخاف من الله مستعد يفتي أي شيء لا ما بيصير هذا الكلام إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم قال بل هي افتراء على شريعة الله وتضليل للأمة باسم الدين وقد قال صلوات الله وسلامه عليه إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلة أنا أخاف على الأمة المضلة لأنه هدولي حاطة عمامة ولابس جبه ونقول عن حاله مفتي جمهورية وهو مفتي جمهورية هو ماسوني بس بعمة وزير خارجية بس بعمة ناطق باسم النظام واسم الطغاة بس بعمة انتبه هل يتحمل البنك أو المرابي الخسارة مع المستثمر حتى نقول إن ما يفعله البنك مع عملائه هو من باب المضاربة الشرعية أو الاستثمار الشرعي وليس من قبيل الربا إن من يحللون فوائد الهنوب ويعتبرونها استثمارا شرعيا يكذبون على الله وينسبون إلى دينه العادل ما هو بريء منه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الله يرضى عليكم وجوههم مسودة سورة الزمى حياك الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين